إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد أخذ نسأل يقول أجلس بعد الفجر لطلوع الشمس فما هو فقه هذه الجلسة ولسيما فاتتني سنة الفجر ماذا أصنع؟ الجواب كان عبد الله نعباس رضي الله تعالى عنه لما أضر أصابه العمى في آخر حياته وكان يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس فإذا فاتته صلاة سنة الفجر قضاها بعد طلوع الشمس فالناس صنف يبقى جالساً بعد الفجر إلى طلوع الشمس فإن فاتته الفجر يقضيها بعد طلوع الشمس لأن الصلاة قضى لأن الصلاة قضى وأما فإن كان ينقلب بعمله أو لنومه أو لغرض من أغراضه فيقضي سنة الفجر بعد الفرق فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر وألف المحدث الشيخ مشايخنا أو شيوخهم الشيخ مشايخنا الشيخ شمس الحق العظيمة بادي كتاباً بليعاً سماه إعلام أهل العاصر في أحكام ركعتي الفجر أخرج مسلم في صحيخه عن جابر بن ثمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس متربعاً وثبت هذا عن عدد كبير وجم غفير من أهل العلم ومن أهل الصلاة والتقوى على وجه فيه تواتر أنهم كانوا يجلسون بعد الفجر ويبطون إلى طلوع الشمس وثبت عند ابن أبي شيبة المصنف أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنام بعد طلوع الشمس يعني تبقى منتقضة بعد الفجر إلى طلوع الشمس واستنبط بعض أهل العلم ونص على هذا أبو حنيفة كما في مسنده كراهية الكلام بعد الفجر وهذا تابت في حديث مر بنا في الصحيح لإبن المسلم عن عبد الله بن مسعود قوله أخرج مسلم عن أبي وائل والوائل تابعي اسمه الشقيق بن سلمة تابعي كوفي لما انتقل أبن مسعود إلى الكوفة فكان له أصحاب ومدار الحديث في الكوفة على أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أبو وائل غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الفجر العادة لا يزار الشيخ والعالم والصديق بعد الفجر وقت أولا لكن طر شقيق بن سلمة يزور استاذه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعدما صلينا الغدات طيب بعدما صلينا الفجر فسلمنا بالباب فأذين لنا قال فمكتنا بالباب هنية فترة قصيرة قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون قال فدخلنا فإذا هو جالس يسرده هذه الجلسة تكون في المسجد وتكون في البيت وتكون في كل مكان هذا روح العبد روح المؤمن أن يجلس بعد الفجر إلى طرور الشرس فقال فقال لنا ما منعكم من تدخلوا وقد أذين لكم فقلنا لا إلا أننا ظنمنا أن بعض أهل البيت نائم ظنمنا أن أهلكم نائمون أن أهلكم نائمون فقال ظنمتم بآل ابن أم عبد غفلة الذي ينام غافل ظنمتم بآل ابن أم عبد غفلة فما يكون أنا وأهلي لا ينامون بعد الفجر قال قال جعلنا بجانبهم قال ثم أقبل يسبح الله تعالى ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس طلعت يعني من جاءك سائل السنة أن لا تجيبه وأن لا تتكلم معه إلا بعد طرع الشمس ونحن في مجلسنا هذا في مجلس ذكر ولولا أنه مجلس ذكر ما جلست هذا مجلس نعوذ بالله لنكون من الغافل فترك ضيوفه عنده وما تكلم معه وأقبل على التسبيح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت خرجي وانظري هل الشمس طلعت قال فنظرت فإذا لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا أي لم يهلكنا بدنوبنا هذه جلسة يا إخوة من نام عنها غافل ولذا الإنسان انفاتته سنة الفاجر ينشغل في الجلوس ولا حتى يصل السنة يقضيها بعد طلوع الشمس ومن فقه هذه الجلسة بعد الفاجر أن تبقى محلك ولا تتحول عن محلك حتى تطلع الشمس ثم تقوم فتصلي ركعتين وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صل الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس في رواية فتكون حسناء مشرقة ثم قام فصلى ركعتين وفي رواية ثم قام فصلى أربع ركعات إلا كتبت له حجة وعمرة تامة 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 أخذ يسأل من مقصود بحديث حص الشوارب هذا المقصود حلق الشوارب بالشطرة بالتخطيف الحف كلمة في اللغة العربية مشتركة بين الأخذ من أصله وبين القص الشديد حتى تظهر بياض البشرة والراجئ عند أهل العلم في معنى قص الشوارب الأخذ الشديد حتى تظهر البشرة وقد كان مالك يقول حلق الشوارب مثلة من حلق شاربه فقد مثل بنفسه وصح في السنن أبي دعوود أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قص شارب النغيرة بن شعب وكان يأخذ السواك ويقص والسواك تحت شفته فبمعنى أن الحف الثابت عن رسول الله صلى الله الأخذ الشديد وليس الحق وليس الحق والله تعالى أعلم عندما أنتهي من الاستحلام أتوبى وأقتصم مع العلم أني لست على جنابة قال في ذلك الشيء الاقتصاد التبريد لا حرج الاقتصاد التبريد لا حرج لا حرج يخي فلا يلزم في الاستحمام أن يكون الرجل جنوبا فقد كان الإبام أحمد يصلي ثلاثمائة تركعة طورا فإذا كنت أريد أن أصلي هذا العدد فكيف ومتى أولا إفحص استعدادك إخواني هناك فقه في التوغل في العبادة ومدار هذا الفقه على أن تثبت ولا تنقطع فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فالعمل الدائم القليل خير من المقطع الكثير وأخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة ومعنى ومعنى ديمة عمل دائم وأخرج مسلم في الصحيح كان عنها عن عائشة ترضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبت بعض الناس ولا سيما في أواخر حياته يجد متسعا في وقته ويجد أنسا في عبادته لربه فيريد أن يكترى من أعمال الخير والخير مداره كما قلت لكم مرات وكرات على علم نافع وعمل صلى الله فيجد أن قلبه تعلق بالصلاة وهذا أمر حسن فيريد أن يكتر فهذا الإكثار لا حرج صليت 300 صليت 500 لكن نثبت نثبت صلي وأوغل في الخير برفق صلي وأوغل بالخير برفق بفق والضابط والجامع أن تثبت على هذه العبادة من بعد طروع الشمس إلى استواء الشمس بمنتصف السماء يعني قبل الأذانة ظهر نصف ساعة صلي ما شك من بعد الظهر للعصر صلي ما شك ما بعد العصر قبل استفرار الشمس صلي ما شك ما بين المغرب والعشاء صلي ما شك وما بعد العشاء للفجر صلي ما شك استثني الأوقات والأحسن في الصلاة التطويل أم الإيجاز من أحسن يعني عندي الآن بدأ أصلي نصف ساعة وأستطيع أن أصلي بنصف ساعة ثمان ركعة وأستطيع أن أصلي بنصف ساعة ركعتين أيهما أصلي ركعتين وكما ركعات تفصيل تفصيل أهل العلم يقولون الصواب في التفضيل التفصيل الصواب في التفضيل التفصيل إذا كنت عالي قريب من الله أعطي الصلاة فعائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله وسلم تقول تقول كان رسول الله نصلي الصلاة طويلة لا تستلعب بسنين وقوله حديث يقول صلى الله يدخل في النبي صلى الله وعلى الله معباس أيضا فقرأ البقرة ثم النساء ثم تفتح بالعمران في ركعة وإذا كنت صاحب معاصم وصحاب تقصير في حق الله أكثر من أكثر من الركعات فصح عند ابن مياجة أن العبد إذا قام أن يصلي قيام الليل تؤتى بدنوبه فتوضع بين كتفيه فكلما ركع وقام تناثرت ذنوبه عنه صاحب الدنوب يكثر من الركعات وصاحب الطاعات يطيد في الركعات هذا هو التفصيل عند أهد العلم الدب وذنبا ثم أمرت بالمعروف نأيت عن المنكر وقلت في نفس الله ما أكثر لي إذا كان هذا العمل يرضيك فهذا يجوز العبد المؤمن ينبغي أن يكثر من طاعات ولا سيما عندما يقع في الغفلات أو يسرق منه الشيطان فيوقعه في بعض المعاف والله عز وجل يقول إن الحسنات ينبن السيئات فالعبد متى وقع في ذنب أقبل على العبادة والعبادة تكون بدلية وتكون مالية الصدقة كتبت الصدقة وتكون بالذكر تكون باللسان فالعبد إن وقع في الدم يفزع إلى الله عز وجل ويكثر من الطاعات والحسنات يذهبن الصيئات ويكثر من الاستغفار ويكثر من الاستغفار والعبد في هذه الحياة النمية يعيش بين خوف ورجاء ولا يذهب الحزن الذي في قلبه إلا بعد أن يدخل جنة الله قالوا الجنة لما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عن الحزن الحزن ليش موجود في القلب خوف من لا قدر الله أن يكون الإنسان عاص أن يكون الإنسان عاص يبقى يبقى العبد خائف الدعاء بعد ختم القرآن هل هو سنة عبدية نتقرب به إلى الله نعم لكل ختمة للقرآن دعوة مستجابة ثبت ذلك عن أنس بن مالك وأخرج ذلك الإمام الدارمي في سننه لكل خاتب من القرآن دعوة مستجابة وكان أنس ختم القرآن نظر إلى أصحابه فجمعهم ودعا وكان يصنع ذلك مع أهل بيته أهل البيت لهم حكم خاص في قيام الليل لك أن توقظهم وأن تتداعى وإياهم بالقيام قيام الليل وبالدعاء عبد الختمة قال صالح ابن الإمام أحمد قال كان أبي أي الإمام أحمد الحنبل يختم كل يوم كل يوم جمعة بعد العصر ويجمعنا ويدعو ونحن نؤمن كان الإمام أحمد كل يوم جمعة له الختمة للقرآن كان لما يختم القرآن يدعو زوجته وأبناءه ويدعو ويختمون ويؤمن أما أنا أعمل استنفار للناس وأقول ترى أن الجمعة الجاي عند ختمة القرآن تعارض قوم الليل هذا ممنوع ووقع خلال من أهل العلم في تداخل الختمة مع صلاة القيامة هل هذا مشروع أم هذا ممنوع أما لكل من يختم القرآن له دعوة مستجابة عند الله عز وجل توفيت أمي وعندي في بيتي إخواني وأخواتي وأبنائهم ولا أستطيع أن أقول لهم رجعوا فهل يلوز لي أن أصنع لهم طعاما نعم هذا يسمى في الفقه تداخل يعني الإنسان مات قارب ومجاله أصدقاء وأحباء وجاءوا من بعيد ناموا عندهم وهو يصنع ذلك معهم دون هذا السبب يكرمهم في الإطعام فالإكرام بالإطعام من السنة أطعموا القعام وأرشوا السلام مصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فإطعام الطعام يتداخل عندك ميوص وعندك مات لك قريب أنا لا أصمع طعاما من أجل الميت أصمع طعاما من أجل الضيس للي جاء فحين إذ تطعمهم ولا حرد شداد وهذا الأمر ما ينبر لنسأل عنه هذا الأمر ما ينبر لنسأل عنه تكون على عادتك في حياتك في العادة التي تسدكها في حياتك أما تقول بسبب الوفاة تحرم من شيء أنت تفعله في عادتك من إكرام الناس وتحرم من طاع من الطاعات هذا ما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يتلع عن هذا فمشروعية هذا أمر معلوم أحسن الله إليكم ما حكم تقبيل للوالد أو غيره وضعها على الجبهة تقبيل له أحكام فألف غيره واحد من المحدثين السابقين ومن المعاصرين في أحكام تقبيل وأوجدوا هذه الأحكام بالآتي تقبيل الفم لا يكون إلا للزوجة فالتقبيل من الفم يتير الشهوة ولا يشرع إلا للزوجة والتقبيل وبعد ذلك إما أن يكون احتراما لأصحاب الفضل كالأبوين والعلماء والعادلين وباذلين جائهم في صنع المعروف للناس والفضلاء والكبراء في الأمة فهذا التقبيل لا حرج فيه وسببت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا الأصحاب من ركبته فالتقبيل لا حرج فيه وسئل سوسياني الثوري عن تقبيل اليد فقال لا حرج فيه ولا تضع اليد على الجبهة ووضع اليد على الجبهة السجود الأصغر تقبيل يد الأب لكن لا تضعه على على جبهتك هل قول المحدث ناده صحيح قصور في التحقيق هل محققون يقول في مشاكل في العمل ويغطون هذه المشاكل في العمل بطرق وكل له سبيل فتقرأ أحيانا رجاله ثقات عن الحديث فقولك رجاله ثقات لا يلزم منه الاتصال بين الروح ولا يلزم منه ألا يكون الحديث معلن بالمخالفة وهذا سهل بعض الناس يقول رجاله ثقات تكون فيه الإسناد مشاكل فيهرب من قوله إسناد صحيح رجاله ثقات والباقي أنت بحث عنه من يقولك رجاله ثقات يعني كانه يقول لك فيه مشاكل ما تسأل عن الرواد فيه مشاكل فيهل الإسناد متصل من قطع هل فيه إعلان بالمخالفة أم ليس فيه إعلان بالمخالفة هذا رجاله ثقات من هو من يقول إسناده إسناده قوين أو إسناده مجيبين وهذا يكون فيه راول يعني الثقة فيه غير تام الضبط غير تام فإذا كان الضبط فيه راول مغموز في ضبطه ولكنه يشمله اسمه الستر يقولون إسناده حسن والأحسن والأقوى من الإسناد الحسن حتى أفحص هل فهمتم أم لا والظاهر أنا كثير منكم أنا مーフن ومعني رأيكم الحديث الخاص في تخريج أيهما أقوى إسناده قوي أو إسناده حسن قوي أقوى شيء إسناده صحيح ثم إسناده يوجي إسناده قوي إسناده قوي إسناده حسن هذا من أعلى الأسفل سناده صحيح بعدين سناده جيد سناده قوي سناده جيد سناده حسن سناده صحيح سناده صحيح لكن المخالفة ففرق بين أن تقول سناده صحيح وبين أن تقول الحديث صحيح لما تقول حديث صحيح يعني مخالفة غير موجودة سناده صحيح مخالفة غير مفحوصة فإذا سناده صحيح يضرب فيه أن يكون صحيحا فإذا نرتب ترتيب الآن بالعكس من الأدنى للأقوى نبدأ برجال التقاط الأقوى من سناده حسن الأقوى من قوي الأقوى منه جيد الأقوى منه سناده صحيح الأقوى منه الحديث صحيح الأقوى من الحديث الصحيح أم مناهج المعاصرين وكيف يفعلون ماذا نولهم وصم مجموعة من المعاصرين وماذا يصنعون ماذا نولهم لا أحب في درسي أن أذكر أحدا إلا بفيد ألا أن أذكر أحدا إلا بفيد إلا عند الإطرار بارك الله فيكم شيخنا هل ذنوب الخلوات سبب الانتكاثات خصوصا لطالة العلم قطع طالب العلم يصنع ما صنع الأنبياء طالب العلم في مهنة وفي عمل لا يدانيه عمل طالب العلم أجور المجاهدين والعاملين في سائر أنواع الطاعات في صحيفة عمله ولذا العلم مع الدنوب لا يجتمعان فالعاصي طلبة العلم لا يمكن أن يبقى مستنراً في الطلب يمكن أن يكون عنده معصي في البلايات ولكن نساء الله العافية إذا بقي عاصياً وطالباً للعلم لا يجتمعان لا يمكن أن تنبعث من الشخص الواحد أطيب الروائح مع أكره الروائح فأطيب الروائح العلم وأكره الروائح معاصي لا يمكن أن تنبعث يمكن في البلايات يبدأ يبدأ وعنده معصية لكن العلم يهدد والعلم ربي ولسيما إذا طلب الإنسان العلم على المهن يعيد الذي سار عليه الأقدمون فلازم بعض المشايخ وأخذ منه أنت طالب العلم إذا بقيت غافلاً بالمعاصي فاعلم أنك محروم من العلم ستحرم من العلم يقيناً ولذا كان الإمام الشافي يقول العلم نوراً قال قال قلوكيع رحمه الله تعالى بيتاني مشهوراني شكوت إلى وقيع 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 يقول شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاطي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاطي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي ترى في بعض وجوه الطلبة نوراً فتدعو الله تقول يا رب يبقي هذا النور في وجهه ولا تجعله يطفئه بمعصيتك العلم له نور كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون الإشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون ما حكم هذا إذا نام الإنسان وهو يصلي السنة وأن يهجم عليك النوم وتعلم ما حولك هذا الذي كان يسعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يقول العين وكاء السه فإذا نامت العين انحل الوكاء السه الدور وجلكم الله فالعين رباط رباط الدور فإذا نامت العين انحل الرباط إذا وقع لذا أبو عبيد قاسد عليه قصة جميلة مذكورة في ترجمته يقول أبو عبيد كنت أقول للناس من نام وهو متمكن فهذا النوم فهذا النوم لا ينقض قال فذات يوم قلت صاعد المنبر فمررت برجل جالس نائم وهو تمكن فشممت منه رائحة كان يحدث يخرج ريح وهو نائم قال فأيقضت وقلت كنت وضع قال أنت علمتنا ويقول هذا أنت علمتنا أن من نام متمكنا فلا ينتقد وضوءه قالوا إيش نائم متمكن قال إلا أنت نائم على شيء وهذا الشيء نزع تسقط غير متمكن وإذا الشيء ما نزع إذا نزع وتبقى قائما فأنت متمكن يعني الجالس متربع يقول عنه إيش متمكن الجالس متربع متمكن ما فيه شيء هو بتكع عليه خلاف من نام على الطاولة مثلا أو أنا نمت على الطاولة وهذه الطاولة نزعت سقط هذا غير متمكن فهذا نام متمكن على كلام أبو أبيد فقال أبو أبيد له قال أنا كنت أفتي بذلك والآن رجعت الآن رجعت عن فتواي إذ ذهب وتوضع فهذا تعلم من هذا من هذا الصنيع فالنبي يقول العين وكاء الدور فإلى الحل إذا نامت العين تحلل الوكاء كنت جالس متربع وغير متربع هذا هو الراجح والله تعالى أعلم هل يجوز تغيير النية في الصلاة يجوز تغيير النية في الصلاة يجوز لكن يجوز من الأدنى للأعلى ولا يجوز تغيير النية من الأعلى للأن والعلماء استدلون بذلك أن رجلا نواء يعتكف في المسجد الأقصى فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله والحديث عند أحمد في المسلم بسنات صحيح فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في نزجدي هذا اعتكف في نزجدي هذا وماذا نواء هذا الرجول الأقصى فالنبي صلى الله بيّن له أن اعتكف وين يعتكف غير النية من الأدنى المسجد الأقصى إلى الأعلى المسجد النبوي فهو نواء الأدنى والنبي صلى الله عليه وسلم ارشده إلى أن يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم فهل العلم قال أن تنوي أن نويت شيئا فغيرت نيتك وهذا التغيير نويت الأدنى فإن فعلت الأعلى فتكون قد فعلت الأدنى وزيادة يعني أمثل أنا الآن أصلي الوتر نويت صلاة ركعت ويتر الله الله أكبر بعد ما نويت قلت والله لا خلق يصلي ثلاثة بعد ما كبرت فأردنا نغير نيتي فغيرت من ركعة إلى ثلاث لحظة طب أنا نويت ثلاث ركعات نقول لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فليس لك أن تحول وأن تغير نيتك من الأعلى للأدنى أما إن أردت أن تتحول من الأدنى للأعلى فلا حرج في ذلك طيب هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها من الدور كان المرأة من الدور والتمتع من الدور حرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أتى امرأته في دورتها وللمرأة التي يجبرها زوجها على الاتيام من الدور أن تطلب الطلاق من زوجها يعني لها أن ترفع أمرها إلى القضاء وأن تطلب الطلاق بسبب هذه فعلة الشمعاء وانتبه انتبه المرأة لا تطلب بمجرد الاتيام المرأة متى تطلق إذا رفعت أمرها للقضاء القاضي له فلطة إذا أجبر الرجل زوجته على أي معصية فله فلطة بإذن الزوجة أن ترفع أمرها للقضاء وأن يطلقها القاضي القاضي لا تطلق المرأة بمجرد الاتيام تبه وخواتنا يفهمنا فهما صحيحا ليس مجرد الاتيام يقع الطلاق لكن متى يقع الطلاق بالقضاء ترفع أمرها للقاضي وقاضي يطلقه حتى لا يدخل الشيطان على بعض النساء وتقول هذا أنت حرام فترخي عنان الزنا وترخي عنان الخيانة الخيانة الزوجية لا ما أحد من أهل العلم يقول أن المرأة تطلق بمجرد الاتيام لكن المرأة تطلق إن رفعت أمرها للقضاء في أي عمل أي شيء بيد الزوجين وهذا الأمر متفق على حرمته وليس مختلفا فيه وهذا الأمر متفق عليه فهذا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج ما حق الوالد للولد السؤال يعني ماذا تريد أيها السائل حق الولد على الوالد أو حق الوالد على الوالد يقول ما حق الوالد على الوالد ما حق الوالد على الوالد الوالد دعوت له في كل صلاة لعلك تجزئه بشيء من ما أحسن فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يجزئه لن يجزئه فيعتقه الله الوالد والوالد والنبي صلى الله عليه وسلم علق الإجزاء على أمر مستحيل كما قال الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين بشي الله الرحمن ورد فالنبي يقول لن يجزئ صلى الله عليه وسلم يقول لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبد مملوك فيشتري هذا العبد فيعتقه حين إن يكون الولد قد أجزاء والده بمعنى أن الوالد له حق عظيم على أولاده ومن حقه عليهم أن يحسنون إليه وأن يطيعوه في غير معصية الله وأن يعاملوه بالحسنة ولو كان يأمر بالشرك بل وإن كان يجاهد مجاهدة أولاده على الشرك وإن جاهدات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة صاحب الوالد بالمعروف وهو يجاهدك على أن تشرك بالله ولذا الحق الولد العظيم وما عق ذاك الولد لما يترك دعاءه لوالده الله هذا أخرت بعض الناس ما دعا لولده أبدا ولسيما لما تطول مدة الشراق بعض الناس بتأثر بمعموت أبوه سبوع سبعين شهر من العيو هذا عقوب بل العاقل لا يصاحب إلا من كان برا من كان قاطع وليس ببار بأبوي اعلم أنه هذا سيجهوك لجف هذا فهذا لا يصاحب العاقل يبحث عن صحبة البار صحبة البار لا تضم أبدا فحق الوالد عظيم وللوالد الحقوق بعد وفاته ومن أهم هذه الحقوق الدعاء له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم سلا يبرك كما يبرك البائد أول المعنى الحديث أشياء أن تنتقل من القيام للسجود فتهوي كأنك تسقط من سوق من أعلى الأدنى هذا ليس من السلح ينبغي أن تنزل للسجود بتأوده بعض الناس ننزل كأنه يعني قطعة واحدة قطعة تنزل من فوق لتحت إذا ينبغي أن تنزل بتأوده واختلف أهل العلم في حكم نزول الرقبتين على اليدين في علماء الحنابلة والشافعية يقولون أن نزول على الرقبتين وعلماء الحنفية والمالكية يقولون أن نزول على اليدين ليس على الرقبتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن نجف جاف بيدي يدي الجفط بين يدي قبل المنزول فذول على نزول على يدي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسجد كان يجافي بين يدي وهو قال قبل لنزل يجافي وكان ينزل على يدي دون بروق يعني دون شدة البعير البعير له أن بعوك في اليدين ركبتين الساقين ركبتين وينزل على ركبتين في اليدين البعير ينزل على ركبتين في يديه وبالتالي لا يبرك أحدكم كما يبركوا البعير يدل على أن النزول يكون بتأودة على باليش باليدي كيف كانت الأرض التي يبركوا التي يسجد عليها الأبي صلى الله عليه وسلم في مسجنه في حياته وحيات أصحابه كان فيها حصة تستطيع والحصة الأرض فيها حصة تستطيع أن تنزل على ركبتيك ما تستطيع والأرض فيها حصة ما تستطيع أن تنزل على ركبتيك الشرق جاء شريعة آمة بكل الناس والشرق رأى الضعف والكبير لا يستطيع أن ننزل إلا على يديك الكبير في السن ما يستطيع أن نزل على ركبتيك والشرق جاء للناس كلهم فالراجح النزول على اليدين داع على ركبتين ومن نزل على ركبتين فالصلاة والصحيحة باتفاق والله تعالى أخي ينبع على موضوع تغيير المية لا يجب أن تغير الفريضة للنافلة والنافلة الفريضة لكن لو أديت فريضة ولم تستكمل شروطها فهي تقلب نافلة شو يعني يعني إنسان قام صل الفجر فتبين له بعد صلاة الفجر تبين له من الليل الداخل بعد ساعة تصليه ما نبدأ الفجر وهذا هذه الصلاة لا تضيب هذه تصبح الصلاة تصبح الصلاة نافلة أما أنت تريد تصلي فريضة فتقلبها لنافلة لا يجب نافلة تكبر بالنافلة تريد تقلبها لفريضة لا لا يجب فالفريضة فريضة والنافلة نافلة هل قراءة تورة الإخلاص ثلاث مرات يحصل بها القارع على أجر ختمة من القرآن وليس ذك دعاء ذك أجر لكن ليس ذك دعاء واخترف أهل العلم في موضوع الصلاة تعدل تلك القرآن اختلفوا فيها ولو ربنا نبسط الكلام نحتاج إلى كلام طويل لثلث القرآن القرآن أحكام وأخبار قصص منبياء والقرآن تعريف بالله جل في علاه فالقرآن قرأ سورة الإخلاص له طيوس القرآن أخذ أخذ ثلثاً من معاني القرآن وهو معرفة الله تعالى القرآن يتدور مواضيع القرآن إما معرفة الله وإما الأحكام الشرعية الحلال والحرام وإما الأخبار أخبار القصص وأخبار أهل الجنة وأخبار أهل النار فالسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن فيها شو معنى ثلث القرآن يعني ثلث القرآن فيها معرفة الله تعالى يعني أنت الآن عرفت الله أخذت شيئاً من ثلاث أشياء وعلى هذا المعنى لا ينزل منه ثلث القرآن الثوب وإنما أحكمت ونخص الله تعالى في صورة قل هو الله أحد معرفته قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اصحف كل الأخبار عن الله في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل كلها تدور على هذه المعاني كلها تدور على هذه المعاني فليست الموضوع موضوع عاجر الموضوع موضوع موضوع الموضوع تقسيم تقسيم وتنوين والله والله تعالى أعلم موضوع 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 الموضوع موضوع في سورة 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 الساتحة اكتفاء بسورة الساتحة في الثالثة والوابعة ثالثة الصحيحين وثبت من حديث عائشة عند أبي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا في الثالثة والوابعة بمقدار عشرين آية لما تقرأ وتقوم بالبقرة والعمران أو صل العشاء بالبقرة والعمران حين تصلي الثالثة والرابعة وليش العشرين آية فبن السنة تكون الركعة الأولى هي أطول شيء والثالثة أقصر قليل الثالثة أقصر قليل الرابعة أقصر قليل قد يشتشكل بعض الأخوات تصلي العشاء للبقرة والعمران نعم قد تقرأ قد تصلي وحدك وقد تصلي مع ناسا خلفك يخربون الإطالة أو يكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله صلينا بالسنة تطيل الصلاة التي صلىها أخونا أبو أحمد على نخوس بعض الناس نخوس بعض الناس الصلاة تطيل أن يقرأ السجدة والإنسان بالتمام والكمال فالناس تهرب من هذا يقرأ مقاطع يقرأ شيء قليل من السجدة وبعضهم يطول في الصلاة فنقرأ على 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 قسمين وهذا خلاف خلاف السنة هذا خلاف السنة الذي صعدنا السنة نصلي بالسجدة ونصلي بالصورة الإنسان تامة والله تعالى كيف يقول الدعاء للوالدين إذا كانوا عندهم معاصي ومشهد هذا أولى الناس تلعو له لا أبو عنده معاصي أولى الناس تلعو له والدك عبده معاصي يدعو الله أن يشرح الله صدره للسنة وأن يمتتر التوحيب وأن يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهد ما هو السبيل لترك الغيبة تتكتر قول الله ويحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرنتم شبه الله تعالى المختار لأنهم يأكل لحما وهذا اللحم قال أخيه وحتى تزداد البشاعة والشماعة قال ميتا أخوك ميت تقطع من لحمه وتأكل من المختار أخص الناس وأدنى الناس وأسوأ الناس وأعلم أن المختار يبحث عن عيوب الناس بعض طلبة باسم العلم للأسف كالدباب لا يقع إلا على الجروح المؤمن إن رأى جرحا إن رأى عورة إن رأى سوءا يغطيها يغطيها ويلعب لصاحبه بعض الناس يبحث كالدباب لا يقع إلا على الجروح فيه جروح فيه قيل وقال يكبر وهذا الثاقط الحامض ليس له هم إلا نبحث عن عيوب الناس لا ليس هكذا الدين إحنا لما نرى العورة نسترها فنبين أنها عورة ولا نبحث عن كشف العورات ولا نبحث عن معايب الناس بعض الناس قائم قائم نائم راقب جالس عمله أن يطعن الناس وهذا مآله عند الله خطير هذا خاتم من أسوأ الناس بعض الناس نسى الله العافية إن مات تنبع منه وكريثة يتغير بدنه تجد سواد على وجهه هذا الذي يبحث عن عيوب الناس والله يبحث عن عورات الناس وبعض الناس تراه كأنه حي كن طيبا ولا تنظر لإخوانك إلا بأحسن أو إلا وهم على أحسن حالك وإن بلغك عن أحد سوءا كل لعنه متاب أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء قال لذا رأيت معاصم قبل أن تسارقه فالواجه وعليك أن تعتقد أنه متاب قبل أن تسارقه ريح راقب هذا الذهب قاله ريح بعض الناس قلت يا أخي أنا قلت هذا تبق قال أنت وأنت الله عز وجل هو يقول دبت ماذا مش أنك أنت هو يقول مش أنت تريد تقول لي حرام أنا عربت الحرام ودبت خلاص وبعض الناس الله عز وجل لا قدر الله لا قدر الله سمعت سمعت شامل يسب الدين للأسف كبير للأسف هذا كثير في واقعنا وموجود عند جراننا وعند أقاربنا وإلى آخر سمعت رجلا لا قدر الله يا رجل غربت فنهرت وأنكرت عليه هرام عليه كيف تفعل هذا فقال أنا ما قلت ما أقول لا أتقل قل هذا طلبك ما قلت ما قلت ما قلت ما قلت ثبت في البخاري والله كنت أقول أن هذا ليس بصحيف ثبت في البخاري أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال لا تسرق فقال لقد سرقت قال والله ما سرقت فقال له إيسى صدقتك وكذبت عين صدقتك وكذبت عين طيب النبي أخبرنا عن هذا ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما باعته وما مراده في إخبار أمته عن هذا الحديث في هذا الحديث ما يقول دخلت ما فعلت كلنا فعلت خلط أنت لا تحسن المهم أن هذا المعصية الله لا يؤاخذنا بسببها وبسبب شوية والإشغار يأخذنا فقال لما قلت خلط وحسابك إن الله مش حدي ما قلت خلط ما قلت ما تقول فالشاهد بارك الله فيكم بعض الناس اللي يقولون الذي يغتاب يطعمه الشيطان عسلا اللي يغتاب يغطي قصوره بانتقاص غيره المغتاب لما يغتاب هو مليء بالمعاصر فلما يغتاب غيره بغطي عيوبه بذكر عيوبه عيوب غيره فالإنسان الذي على صلاح ويربط كلامه أكثر ما يضايقه الغيبة ومش بس الغيبة الذي يقوم حول الغيبة يعني أمر تحتار فيه مشروع ممنوع سكر البال وغلق على هذا غلق على نفسك ما تنشغل بها ما تنشغل بنا وقل سي من العيوب ما يكفيني وأسأل الله نعيني على نفسي وإني أعالج عيوب فالله عزيزي أن نعيننا على أن نعالج عيوبنا ونشغل لعيوب الناس وهذا لا ينزم ما أحد يفهم من كلامي أن أمة الضلالة أو أمة السساد لا يحذر منهم ولا ينكر عليهم معاذ الله لا أريد هذا من كان ضامن ضلالته مظاهرة وواضحة فهذا الواجب من أحد يرون لكن ليس هذا عملنا إذا دعت الحاجة فالتحذير هذا وارد الله في القرآن الكريم في القصص في القصص الأخبار ذكر الله جل في أولاها الضالين ذكر فرعون وامان وبيّن يعني طلاله وما شاء إمام إمام يقرأ الرحمن الرحيم بدل الرحمن الرحيم تعالي إمام يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويقرأ الرحمن الرحيم هذا يسمى في علم أحكام التلاوة والتجويل لحن جليد لحن الخفي في كراهية والصلاة صحيحة واللحن الجليد الصلاة باطلة باتفاق أهل العلم واللحن الجليد أن تغير الحرف فتخرجه من غير مخرجه كما يقرأ بعض إخواننا مثلا الذين أنعمت عليهم يقرأ الذين أنعمت عليهم هذا لحن جلي ولا ففي لحن جلي ولحن الجلي مبطل الصلاة يعني يقرأ الذين أنعمت عليهم هذا يقرأ لحن جلي طيب واحد يقرأ غير المغبوب غير المغبوب عليهم ولا الظالم فقرأ ولا الظالم هذا لحن ليس جلي إنما هو لحن خفيل قل له من يتقل في قراءة الضاب والضع التفريق بينهم ذا ابن كثير في أواصل تفسيره سورة الفاتحة في تفسيره قل له لعسر النطق والتفريق بين مخرجين الضاب والضع فمن قرأ الضاب ضاعا مشالة فالصلاة صحيحة فإذا غيرت مخرج الحر أو حركة الحر فتقرأ الرحمن بدل الرحمن فهذا لحن جلي وإذا سكن المتحرك وحرك ساكن هذا لحن جلي واللحن الجلي يبطل الصلاة وأما اللحن الخفي فلا يبطلها هل يدوز تقليد مشاهير قراء العالم الإسلامي صوت مثل الشكل ترى شخص قل بالله أنت متفلا فإذا قرأ وما تكلفت فوافقت تراءتك تراءت غيرك كما وافق شكل شكل غيرك هذا أمر لا حرجه أما تتكلف فهذا التكلف ليس للصلاة والله الذي لا إله أن أهمأ القراءات وأجملها وأحسنها القراءة التي تشعر فيها أن صاحبها يقرأ دون أن يتكلف وتبت عند ترمذي عن شريفه هلناد بن السري وأخرج هلناد ذلك كتابه الزهر من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحاكيت أحدا نبي ما يكن يحب المحاكات بعض الناس يقرأ مثل مثلا أو مثل شريم أو مثل مشايق من أكبار العلماء ولا يقرأ مثله وتشعر وتشعر وأنت صلي خلفه هو المعدد هو المتعبان هو المتكلف وقرأته المتكلفة لا تشعرك بأنك في صلاة تخشأ فيها تكلف مضموم لذا النبي قال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي كذا وكذا شيء كبير وحاكيت أحدا النبي ما حاكى أحدا المحاكاة هذه لا يجب حسب فإذا وقعت بقدر الله دون تكلف وإنما هي هاكذا كما تقول فلان مش به فلان تقول قراءة فلان تشوي قراءة فلان لا حرج أما أن تتكلف فهي المرفوضة هل يشرع الدعاء المطلق قبل شرب بماء زمزم نعم أم هو مخصور بالدعاء بالعافية وما فيه منفعة الجسد أو الشفاء الزمزم الزمزم طعام طعم وشفاء سطم وثبت وثبت ذلك في حديث أبي ذرط طويل الذي أخرجه الإمام مستم في صحيح يقول أبو ذرط مكثت أربعين يوم لا طعام لي إلا زمزم حتى تكسرت أضلاء بطني سمنت ولا أشعر وجوع في على كبير أشعر أن الطعام على كبير ولا أشعر وجوع ومكث أربعين يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا من أبي ذرط قال زمزم طعام طعم وشفاء سكم ماذا تدعو تدعو بما شد النبي صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شربا له لأي شيء أي شيء تريده تشرب زمزم كان علي بن المديني عسرا في التحديث فشرب شعب من طلبة علم الحديث زمزم بأن يشرح الله صدر شيء من طلبة علم المديني ويحدثه ويحدثه فذهب إليه فسأله عن الحديث وصححه فقال يا إمام شربت زمزم حتى أسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأملع عليها الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والألماء لهم نواية ونواية الألماء في شرب زمزم بساطها على وجه حسن مقنع مشبع الإمام ابن الهمام الحنفي في كتابه الجيد فتح القدير شرق الهداية وهو من كتب الجيدة الحنفية فذكر في هذا الكتاب نواية الألماء في زمزم فذكر أن لعظهم شرب زمزم لحسن التصنيف وأن يضع الله القبول له في كتبه أنا العبد الضعيف لما كنت أكتب وكنت في شرق الشباب كتاب القول الهبين في قطاء المصلين في تلك الفترة كان دعاي أن يضع الله القبول لكتبه فكتاب القول المبين جهدي العلم قليل فيه جهدي قليل وكنت صغيرا ما كنت يعني أكرمان الله بعده بكثير ومع هذا وضع الله القبول لكتاب القول المبين ما لم يضعه لأي كتاب من كتبه يقول من قريب في مرض عمان يقول بعض الناشرين يقول أنا طبعت بالكتاب القول المبين باللغة العربية خمسمائة ألف نصر وأنا طبعت خمسمائة ألف نصر فالكتاب القول المبين طبيعا أنه ملايين وترجم لأكثر من عشرين دغان وأحسب أن يعني القبول لهذا الكتاب بسبب الدعاء في فترة من حياتي قلت أدعو وأنا أشرب جمزم أن يضع الله القبول لمصنفاتي واستفدت هذا من الإمام الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كان كلما أراد أن أشرى لجمزم دعا الله أن يضع القبول لمصنفاته فبعض العلم كما يقول من الهمان يقول بعضهم كان يدعو الله تعالى كلما شرق زمزم أن يثبت الله قدمه على الصراط ولا يهوش النار يتبت على الصراط حتى يصل لجمزم وبعضهم كان يدعو بأن يعني بأن يرزقه الله تعالى الخاتمة الحسن أرجو الله أن يرزق الله الخاتمة الحسن فأهل العلم لهم نوايا ولذلك أن تدعو ما شئت في شرب زمز يدعو ما هو يعني يناسب حاجتك فالشاب الغير متزوج يدعو الله أن يخصنا فرجه وأن يرزقهم زوجة صالحة والفقير يدعو الله بالمال والمريض يدعو الله بالعافية فكل يدعو على حسب حاجته والله تعالى أعلم البعض يعيب على المشايخ بهور الكرش وأن هذا منهي عنه ليش منهي عنه ها؟ وإنه هناك دليل أنهي عنه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يظهر السمن السمن يكون على مات آخر الزمان بس ما في نهي على مات آخر الزمان يكون الإنسان سمين والسمين مترفه لكن الشافئ رحمه الله لما التقى بالإمام محمد بن الحسن الشيباني محمد بن الحسن الشيباني فقير حنفي أنا أفقى علماء حنفية أفقى يعني ترتيب الأئمة عند حنفية الإمام أبو حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ثم رقم ثلاث بعد الإمام أبو حنيفة أبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني وكان محمد بن الحسن سمينا فلما رأى الإمام الشافئي ما زحه فقال الكلام الشافئي قال ما رأيت في سمين خيرا قبل إلا فيك يا محمد قال ما رأيت في سمين دائما السمين همه نوم طعام والآخرين فقال ولا ينزم هذا هذا يقبل الانفكاك النوم لا يقبل الانفكاك بس الكلام على الغالب فقال الشافئي لمحمد الحسن قال ما رأيت في سمين خط إلا فيك يا محمد فمدعوا منه مناظرة والكلام جميل في مناظرة فقهية بديعة يصلحوا أن تتلى على فقهاء الدنيا على المتقدمين في الفقه على وجه كبير عالي جدا تتلى عليه مناظرة بين الشافع وبين محمد الحسن له مناظرات من أبدع وإذا أردت أن تقوي ملكتك الفقهية فبحث عن المناظرات الفقهية وألف الشيخ السعلي رحمه الله مناظرات الفقهية وإذا أردت العلوة التامة في المناظرات انظر في مناظرات الشافعي مع محمد الحسن لماذا نبعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند البخاري في الأدب المفرد أنه التقى بالصحابي وكان هذا الصحابي سمينا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ويعلم همته وأن يربيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كرشه وقال صلى الله عليه وسلم لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن فالسمن على ما تأخرى الزمن لكن بعض الناس هكذا فلقة بعض الناس عنده شيء من السمن فلا يذنب السمين يذنب من يطلب الزمنة طبعا أسألكم عن النساء النساء السمينات أم النحيفات والمصدلات طاب وصلاح سمينات طبعا الأمزية مختلفة الأمزية ومن يحب النساء تختلف من شخص لشخص لكن السمن سمن المرأة كانت هي المرهوبة وهي المطلوبة في الزمن أول الأنظر ومن يقرأ كتاب المدخل لابن الحاج وهو من أوسع كتب البدع يذكر من البدع أهل زمانه تسمين المرأة حتى يقول حتى أن المرأة تسمم إذا أرادت أن تستنجي لا تستطيع أن توصل يدها إلى عورتها من شدة ثمنها يعني كانوا يبالغون في الثمن ولا ينبغي أن ننسى ما تبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بعائشة فكانت عائشة فكانت أم عائشة كانت تعمل على تسمين عائشة قبل أن يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي علم النساء أن يقولنا أتيناكم في العرف الأعراف قال هل لا قلتن والنبي قال هذا قال هل لا قلتن أتيناكم أتيناكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاركم يعني الذي يجعل المرأة العذراء قبل أن تتزوج يجعلها تسمن أن تضع فالنبي علمهن فقال هل لا قلتن أتيناكم أتيناكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاركم فتسمين البيت هذا أمر مطلب للزوج كان مطلب للزوج طبعا اليوم لما المرأة صارت زي رجول لقد كثير من الرجال يشكرون من زوجاتهم كثير من أخوانا يشكرون من زوجاتهم سبب يعني التعبير علم النفس التعبير المعافر تنمر سموها تنمر المرأة سبب تنمر النساء خصوصا إخوانا الشباب سبب تنمر النساء مرأتك دوج مرأتك ذكر مرأتك ذكر سبب تنمر النساء فتنمر عليه كيف يعني ذكر يعني قصص شعر هذا ذكر بنطلون لابس بنطلون لابس قميص ذكر من ينفن يعني شكل هذا ذكر الأصل في المرأة أن تلبس لباس لأنتا يا بنت يا زوجتي لبس لباس لأنتا أنا أحب لباس لأنتا بنتك لما ترى منتك لبس لباس لأنتا شو يعني بدباس لباس 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 لطلون في المرأة لأنتان الشاويل صغيرة تلبس لنطلون شعارها قصصي للرجل وهي أنها رجلي هي رجول يعني صعب التنقال لزوجها هي تشمس لرقة انتقال تشمس ذكر الإخوان الصالحين و لما يزوجوا بعض الناس تأتينا كثير من هذا النوع من المشغاكل لما يزوجوا منتهم قالوا من زوجتي أنا ما بطيعي زوجتي أبدا عسرة ما تقبل أبدا تنشى غلط فالأب يبدغ أن يراعي لباس الزوجة لباس ابنتي حتى تبقى أنت الأن تحب بفطرتها أن تطيع زوجها فإذا خرط عن فطرتها تصبح مشاكل فتبدأ الأمور بالشكل الشكل المهم ليش لا يقصش على زي رجال لا يشعر المغال يكون المرأة بشعرها جمال والمرأة بشعرها كما قال غير الواحد والكلام الطويل في هذا الجبال فضل الحب السمراء هل هي الحنطة؟ حب السمراء ما لها هل هي الحنطة؟ هل هي القضحة؟ لا الحنطة هل هي الحنطة؟ الحب السوداء بحث طويل وعندي بحث ليس لي لبعض الطباء في بيان الحب السوداء الحب السوداء تطلق على عديد أشياء فمنها تطلق على الخمز الذي فيه ما يسمى بالقزحة ومنهم من يقول الحب السوداء ليست هي القزحة إنما هي أشراي أخرى ويساكون أشياء كثيرة كلام طويل كلام طويل وكثير لكن المراد حتى لا نخرج عن كلامنا المراد أن السمن كان مطلوبا في الزمان الأول والسمن كان لا يعرف إلا بالطعام سيحن الله يحفظك وأراد أن يكون سيحن فكان سيحن آخر لعله يجبين أن يقول أخينا أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولولا الحمطة السمراء ما سبيل العدالي ولولا الحمطة وليس الحمد تحتاج لمراجعة والحديث الصحيح الحديث الصحيح من يراجع لنا على درس قادم نجعل فريق المراجعة هذا المهم أنا ما أتكلف شيئا في درسي هذا لا أتنبه فأتكلم من ذاكرتي وبعض ما أقول لكم قرأته وأنا في التانب الإعداد يعني من فضل الله ما حبست نفسي مرة في مدة طويلة زالة ست سنوات وقرأت مكتبة بتمام ويا ليتني فهمت كل ما قرأت يعني قرأت أشياء ما فهمت فييا ليت لهذه الأيام تعود يعني قرأت للأنوسي في وقتها قرأت مجموعة من التفسير فوجدت للأنوسي رحمه الله تعالى ينقل ثم يقول الأوسي يقول قلت بعد أن نقضع من قبله قال قلت هل فهمت شيئا قال أما أنا فلا ما أفهم شيئا فرحك بهذا الكلام كثير فرحك بهذا الكلام ما أفهم شيئا قلت أما أنا فلا ما أفهم شيئا فالله يغفر لي ولكم هذا جاء الأخي إذا الله خير إذا كرم بي خيرا الحديث السلوين فصل ويستحب إلى النكاح فصل ويستحب إلى النكاح فصل ويستحب إلى النكاح ويضرب فيه بالدف قال أحمد هذا الكلام أي هذا الكلام هذا الكلام لا يصدر ليس بي ليس ظاهر عندي الحديث عندي الحنطة لكن لا لا عندي تخريج ولا عندي عزو هذا كتاب الخمسين ليس هذا كتاب تقي هذا كتاب تقي أنا أريد الحديث أدخل على موصولك الحديث طيب حتى نستفيد الوقت أخي يقول نريد أن تكون مصيحة لبعض طلبة العلم الذين لا نجدهم في صلاة الجماعة إلا مسبوقا في حديث عند مسلم أنا يبقى أيوب منصاري قال القرص صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى في النار فأخرون عن جماعة فلن تكون دائما مسبوقا هذا أمر ليس بمحمود ثم يقوم للأخ يقول وهذا يقول دائما لكن يوم درسكم يوم درسكم يأتون ويحمزون من الصلاة الظهور العشاء لا حرق فالمسل إن أحسن مرة المسيح إن أحسن مرة يقول له فيما أحسن أحسن وفيما أساء أساء فأن يعرف عن الإنسان لا يأتي إلا مسبوقا بدمون لكن يوم درس يأتي مبكرا لا نقول له منافذ لا نحمله أعمال الناس إلا على الضاد لا نقول منافذ نقول له أحسن أحسن جزاك الله خير أحسن الله إليكم شيخنا هل أصاب الشيخ الألبان في الأحاديث التي ضعفتها في الصخيحين أنا سمعتم شيخنا وسألته مرتين في وقتين متباعدين عن تضعيفه لأحاديث الصخيحين فأجابني في المرتين بقوله رحمه الله تعالى ما ضعفته شيئا في الصخيحين إلا وأنا مسبوق به ما ضعفته شيئا في الصخيحين إلا وأنا مسبوق به يقول الإمام بن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث يقول وأجمع أهل العلم على صحة ما في الصحيحين سوى أحرف يسيرة تكل ما فيها في أحرف يسيرة هذه ليست العامة اليوم مشكلة المسلمين في قضايا العلم أن العلم ليس على طبقات من عند البر يقول العلم طبقات ومن انتقل من منزلة إلى التي بعدها دون أن يمر بالتي قبلها طل وضل وزل وزل العلم منازل ودرجات وكان الناس اليوم العلم درجة واحدة طب أنت تسأل عن النساء فرما هلا أنت استاهد منها فالكلام في أحاديث الصحيحين كلام محصور بين الطبقة العليا من المحدثين وليست فيام شاع على أنسنة العوام وأما العوام يسوئل فيقال أنه أحاديث الصحيح صحيحين صوئل الإبام الحرمين جوي عن صحة الصحيحين فقال رحمه الله تعالى قال لو أدنا حمل الصحيح لبخار بيمين وحمل الصحيح مسلم بيسار ثم قال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين فهي إلى مطلق ما في أحد يقول الحديث في البخار ضعيف بمعنى أنه ليس له وجود أحرف قليلة يعني حديث طويل اللي فيه من صلى خلفه معاد لما افقر معاد بقر فيه رواية في المخاري تقول فسلم هذا الرجل المسلو فسلم الشيخنا يقول رواية فسلم ضعيفة كلبة فسلم ضعيفة الحديث صحيح متفق عليه باتفاق الآن تسلم ضعيفة في المخاري ثم يقول يقول والذي جعلني أكتب أنها ضعيفة إعلان الإمام بيهقي لها لولا أن الإمام بيهقي أعلها ما على الدول الحديث صحيح بيجي واحد ما يفهم اليوم لا يفهم الصلاحات العلماء ولا يعرف مراد العلماء في كلامه يقول الشيخ الألباني ضعف بخان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لطبط حديث حديث صفحة دين في لطبط فيه فسلم فيقول الشيخ ما سلم لأنه في رواية فصل صحيح في نفس صحيح في مواطن أخرى إنه رجل تم صلاته في رواية فسلم طب هذا المسكين من فلاح اللي صلى خلف معاد ووقف وبدأ يقرأ في المقرأ تعب شو لازم يعمل تم صلاة وروح ما سلم وروح يعني الكلام بالمقارنة مع الروايات الأخرى أنه أتم صلاته وخرج ما سلم لش يسلم وما صلى ما صلى إذا تلم ما صلى إذا يعني أنت الآن لو كنت تصلي حتى نستفيد الآن فائد كنت تصلي جاءت سبب خاطر جاءت شيء أنت يقنت عليه ولم نطول إيش تعمل سلم ويتقبل وتخرج من الأحسن أمن الأحسن لك في فيديك وليبيا سلم وإذا تكمل صلاة حتى حالة تطلع لا تكمل من صلاة حتى أخر فلواجب واجب عليك لكن لما ضرور إطالة لا مناسب لي ليست على المناسبة يعني أمر مزاجي أمر قردنا إليه اضطرارا شديدا وشعر أنه أنا الآن ما ستطيع تسمم الصلاة هذه فالفقه أن إيش تعمل تكمل أن تكمل وحده قطلع إيش بيش تسلم لمن تقول ففي الأن تكسلت رواية في الصحيح في الأن تكسلت الرواية فيها أنه أكمل صلاة فهم ضروا الآن في مرايط هذه مسائل مقصود فيها هذه مسائل لأهل الصنعة وليست لي طعم في الصحيح فبعض الناس من هذه النقاط يتسلل الطعم في الصحيح هذا غرط ما أحد للصحيحين منزلة كالجبال الرواسي ولا يقلل من شأن صحيح البخاري وصحيح مسلم إلا مرتب الصحيحين ليس لأن البخاري ألف صحيحه ولأن مسلم ألف صحيحه الصحيحين أجمع أهل العلم قاطبة من بعد البخاري ومسلم إلى هذه الأيام من أهل الصنعة الحديثية أن جميع ما فيهما صحيح فالذي يضاعف صحيح البخاري الصحيح مصلم إذا لم يكن من أهل الصنعة وإذا لم يعرف ما لا يصنع فطعم في الصحيحين هذا علامة على البدعة علامة على البدعة لأن الطعم في الصحيحين طعم فيما أجمع عليه المهدثون ممن جاءوا بعد الصحيحين هذه نقطة ينبغي أن ينتبه إليها هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وارك على نبي نقطة ما الدفع هذه 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 الآن لا هذه ولا هذه لأن معرفة الطحة حوالي الطحة من الصحة المرض خالي ما وقفتم على الحمطة والحبة فضل أعطيني أقرأ أعطيني حتى الأخو كلهم أقرأ فأحنا قلنا أتيناكم أتيناكم ولولا الحبة السمراء هنا الأخ يقول ولولا الحبة السوداء في الرواح وفي الأداب ولولا الحمطة السمراء ما سمنت عداريكم يقول شيخنا الألباني فيه ضعف حمطة يقول فيه ضعف ثم وجده طريقا أخرى يتقوى به أما الحبة السمراء هذه التابتة وهو حسن شيخ بالأرواح طائم أخر للطوران في الأوسط من طريق من نبي السر العسقلان في برنبو عاصم والوالد من الجراء عن شريك ابن عبد الله عن الشام بن عروة عن أبيها النبي صلى من فلق فلانا يتيم كانت عندها فقلت أهديناها إلى زوجها قال فهل لا بعدت معها بجارة تدرب الدف وتقول لم يروح عن الشام إلا شريك وشريك ضعيف شريك ضعيف هذا حسنوا حسنوا وقال فيه هذه الرواية على أي حال ما استفدنا ما استفدنا كمان شيخ حسنوا لغيره وأصلوا بالبخاري بدون سائل للنساء التي تعاني من النحافة عن عائشتها هذا الحديث الذي ذكرنا عن عائشتها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كانت أمي تعالي جريد السمنة كانت أمي يعني شريد السمنة تريد مني أن أسمن تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استقام فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنه القثاء بالرطب الرطب مع قثاء شكرا شكرا هذا هذا غير حبة السوداء وهذا أشبر منها عن نفسها شكرا لكن صفحة صفحة البخاري ومستجي حديث حسن أتيناكم أتيناكم تحيينا نحييكم ولا أولاد ذهب أحمر ما حلت بواديكم ولولا الحبة السمراء لم تسمن عليكم هذا صحيح الحبة السمراء صحيح الحبة السوداء ذكرت السمراء السوداء هي هي الحبة السوداء ذكرت معها سرّت من السرور سرّت أدريكم هذه في الإرواء ما سور أدريكم هنا في الأداب الزفاف الحنت السمراء سامنة هنا في الأداب سامنة هذا في شيء سور هي سامنة هي سامنة 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 حسن اللواء اللواء مؤهوم في خبطات خبطات طبراني خبطة في واحد في واحد بتوفي عنا اليوم سامنة وبتم وراب نحممو فيها نجيمها الضب ونخليها ضب أستنان ضب concepts ضب politik اه بنا نحممه نخليها بكلمه ولا نكيمه اه اسنان متحرك طيب نجلس نجلس حاضر بس انا ما اريد وقيت جوابا ان هذا ما نفهم هذا الكلام معروف من علمائنا اخ يسأل يقول رجل في فمه طبت اسنان طقل لما يطلط شيلها ولما شيلها هذا الطقل هل هو منتصل ام منفصل فالعلماء يذكرون فروفا بين المنتصل والمنفصل ويذكرون هذا في ابواب فقهية عديدة مثلا رجل قال لزوجته فوق قطالك اخر قال لزوجته رأس قطالك فيقولون من قال رأسه في طالك زوجته تطلق او من قال يده في طالك زوجته تطلق قد من في طالك زوجته تطلق لان الرأس واليد والرجل منتصلات غير منتصلات من قال لزوجته تطلق لان الثوم منفصل غير منتصل رجل له لحي طويلة ويوجد شق في ثوبه يظهر العورة فالعورة غطيت باللحة الطويلة لا عبرة بستر العورة لان اللحية متصلة والواجب الستر العورة بمنفصل وليس بمنفصل فيفرقون بين من ستر تمام عورته ان تكشفت بخرق في طوبه بمنتصل مع المنفصل وكذلك موضوع الاسنان انا الان عندي اثنان عندي طقم وهذا الطقم متصل وليس بمنفصل لان هو جزء من فمي فاكل واشرب وأنام وهو متصل فهذا يجزئني الوضوء مضمضة خصوصا في الغسل وعند بعضها للعلم المضمضة في الغسل ركم نركان الغسل وهو صخيف الصواب النورطن لكن من كان له اسنان وكانت هذه الاسنان منفصلة وليست بمتصلة فلابد من خلع هذا الطقم لابد من خلع هذا الطقم والمضمضة وتكون الاسنان ليست ليست متصلة وأزيدكم شيئا هذه من أول المسائل ومن الأولويات كانت إن شيخ من الألباني رحمه الله في مخالفته لأبيه كان الشيخ صغيرا وكان ولده فقيها من فقهاء العلماء الحنفية وكان لا يفتي إلا بالمذهب ومذهب الحنفية كما هو معلوم أن المضمضة رق من أركان الغسل فكان والد الشيخ رحمهم الله كان والد الشيخ يفتي بأنه الحاشي ضرف وثبت شيء يقول هذا لا يفقط الجنابة عنه إلا أن يخلع إلا أن يشهد الحشو فكان الشيخ كيف يشهد الحشو وحاشي كيف تغسل تخلع حاتمها تخلع فجعل قاعدة الاتصال قاعدة الاتصال والانفصال جعلها قاعدة كليا قواعد الفقهية فنفرق بين المتصل ومن منفصل وبقي الشيخ رحمه الله يعني يناقش أباه طرد في المرة الأولى طرده البيت وبقي يناقشه حتى أطنع والده بأن الفتوى الصواب أنه جنوب وحاشي برص ما يجب علينا أن يخلع برص أن يخلع برص ممكن هذا هذا عمر يعني هذا عمر عسر عندنا فهذا جوابي لسؤال لك الله خير وغيرك الله فيك خلقنا 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 المرة ماتت طال ماتت زاك مضح الأهل بنتظروا الإجابة ماتت ولدت في رمضان وأفترت رمضان كامل